التمساح مئتا مليون سنة من التطور حولت هذا الحيوان إلى واحد من أكثر صياد الأرض فتكام يبلغ طوله نحو أربعة أمتار ونصف ويسبح بسرعة اثنين وثلاثين كيلو مترا في الساعة ويحبس أنفاسه تحت الماء ستين دقيقة الدكتورة ماريسا تياز عالمة أحياء ومديرة ائتلاف أبحاث التماسيح عندما تكون في موتن التمساح فإن آخر شيء تريد فعله هو جذب التماسيح على سبيل المثال ربط السمكة في خيط بينما تهتز يمثل فريسة تحتدر وهذا سيجذب التمساح بوساطة أجهزة الإحساس اللحمية لديه وهي نهايات عصبية حول رأس التمساح وكذلك على طول جسمه لذا من المحتمل أن أجهزة الإحساس الغشائية الخاصة بالتمساح قد بدأت بالاستشعار بينما يقترب من السمكة المحتضرة ومع اقتراب جوناثان منه يشعر التمساح بشيء يقترب منه وهنا ظن أنها مجرد سمكة كبيرة وأطبق فكيه على جوناثان كنت أواجه تمساحاً وكأني أنظر مباشرة إلى فوهة مسدس رأيت أنفه وكان رأسي في منتصف فمه أتذكر رائحته رائحة تلك المياه القذرة الفاسدة لقد كانت كرائحة الموت حقاً وأتذكر سماع صوت الهسهس ورؤية صف الأسنان والنمش في حلقه ثم صوت سحق عظامي عندما أطبق التمساح على رأسي جوناثان كان ذلك بقوة تتراوح من 140 إلى 280 كيلوغراماً في السنتيمتر المربع وبينما كان جوناثان يقاوم كان ذلك التمساح يحكم قبضته أكثر فأكثر ثم قلبني تركت بندقية الرمح وبدأت أثبت نفسي في الطين وأحاول الثبات بينما يقلبني ويستمر في محاولة سحبي إلى الأسفل بالنسبة إلى التمساح أو القاتور فإن لفة الموت تخدم غرضين إما أن تساعد في أخذ قطع من فريسة كبيرة أو يمكن استخدامها أيضاً لإصابة الخصم وبينما كان يضغط علي بفكيه فكرت في أن أهاجم عينيه لذلك وضعت كلتا يدي هناك وكأنني أتحسس حجم رأسه وقد كان كبيراً حتى كنت أعجز عن لمسه وعندما تحسست عينيه بإبهامي جرحته في عينيه دون حدوث شيء تعتبر العيناني نقطة ضعف في التمساح حيث إنه في بعض الهجمات السابقة عندما قام أشخاص بلكم عيني التمساح أو القاتور فإن التمساح أو القاتور أطلق سراحهم لسوء الحظ في هذه الحالة بالذات لم يخفف التمساح قبضته لقد كان يعض ويعض وكان بإمكاني سماع صوت أسناني وهي تتكسر ظننت أن أسنان التمساح هي التي تكسرت وهو يطبق بقوة أكبر ورأيت المياه تصبح بلون يشبه الشاي الداكن ثم نزفت بشدة لدرجة أنها أصبحت حمراء في الواقع شكرا